أعلن محافظ بيت لحم كامل أحميد عن انتهاء كافة تحضيرات لاستقبال السياح والزوار بأعياد الميلاد المجيد وأشار إلى أن الهدوء والاستقرار يسودان محافظة بيت لحم حيث تجري احتفالات يومية بأعياد الميلاد رغم الانتهاكات والتضييقات التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني عندما أتحدث أنا عن حركة سياحية أو الزوار أتحدث عن الأمن إذن الأمن موجود وإذن الأمن مستقر عندما يكون في بيت لحم أكثر من ستين فندق وأكثر من سبعين نزل استقبلوا السياحة في بيوتهم وفي الفنادق هذا الدليل على أن الوضع آمن بالإضافة إلى الاحتفالات الاحتفالات لم تتوقف الحياة التعليمية الحياة الصحية في كل جوانب الحياة محافظة بيت لحم تنعم بالهدوء والاستقرار رغم معيقات الاحتلال من جانبه قال مدير شرطة محافظة بيت لحم العميد علاء الشلبي أن الشرطة اعتمدت خطة مرورية خاصة سيتم تنفيذها لتأمين أعياد الميلاد لتسهيل حركة السير ومنع حدوث الاختناقات المرورية ترجمة نانسي قنقر